تحياتي لهذه الصورة الجميلة بمشاركة قطاع الأمن المركزي والأمن العام وبالتنصيق مع أمن القليوبية استهدفت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات عناصر تشكيل عصابي من ذوي الصوابق الإجرامية تخصص في الاتجار بمخدر الحشيش بكميات كبيرة وترويجها على نطاق واسع بقها بالقليوبية وذلك بعد أن رصدت الإدارة تحرقهم ونشاطهم الإجرامي وتمكنت من ضبط عناصر التشكيل وهم سلاسة بسيارتين وبحوزتهم 140 طربة من مخدر الحشيش وكميات أخرى من هذا المخدر معدل البيع كما تم ضبط منذقية آلية وأخرى خرطوش ومبالغ مالية من حصيلة البيع عناصر التشكيل اعترفت بحيازتها المخدرات بقصد الاتجار مع استخدام السيارتين في ترويج بضاعتهم والسلاح للدفاع عنها استوانات خشبية صغيرة الحجم مجوفة تستخدم في تصنيع خلايا النحل استخدمها تشكيل عصابي لإخفاء أقراص الكبتاجون المخدر بداخلها تمهيدا لتهريبها لإحدى الدول العربية وبالرغم من ذلك يقضت ورصد الأجهزة الأمنية للمحاولة كانت الأسرع في إحباطها فقد نجح قطاع الأمن العام بتنصق مع أمن الدقهلية في ضبط عناصر التشكيل أحدهم يقوم بإعداد الاستوانات الخشبية لإخفاء المخدر بورشته بنبره وتم ضبط بداخلها خمسمائة ألف قرص مخدر لعقار الكبتاجون اعتزم تشكيل عصابي شديد الخطورة نقل كمية كبيرة من مخدر الحشيش من غرب البلاد لتخزينها وتروجها على عملائهم بالجيزة هذا ما رصدته الإدارة العامة لمكافحة المخدرات وأكدته التحريات والمراقبة الميدانية وتنصيقا مع الأمن العام وأمن الجيزة تم استهدافهم بعدة مأموريات أصفرت عن ضبط اثنين من عناصر التشكيل وسيارتين وبحوزتهم ثمانمائة وخمس وسبعون طربة لمخدر الحشيش تزن أكثر من سبعة وثمانين كيلو جرام إضافة إلى بندقية خرطوش وطلقات نارية وعطرف بحيازتهم المخدرات بقصد الاتجارة والسيارات لنقلها وتروجها والسلاح للدفاع عن هذه التجارة غير المشروعة وبضبط هذه الكمية تكون الإدارة وجهت ضربة جديدة ضد تجار وحائز المخدرات في إطار جهودها لضبط تجار وحائز المواد المخدرة تتواصل الحملات التي تشنها أجهزة مكافحة المخدرات على مستوى الجمهورية للتصدي لتجار ومروج المخدرات فالإدارة العامة لمكافحة المخدرات تمكنت من ضبط مائة وثمانية وعشرين ألف كرس مخدر العقار الكبتاجون كانت مخبأة بمخازن سرية بسيارة نقل اعتزم سائقها تهريبها لإحدى الدول العربية عبر ميناء سفاج البحري الضبط تم بالتنصيق مع الأمن العام والإدارة العامة لأمن المانئ وبالتنصيق مع الأمن العام وأمن قنى نجحت الإدارة في ضبط 12 كيلو جرام من مخدر الأفيون بحوزة عاطل التحريات أكدت اتجاره في هذا المخدر على نطاق واسع بنطاق دائرة مركز شرطة قوس كما تم ضبط السيارة المستخدمة في ترويج المخدر الإدارة وبعد رصدها لنشاط عنصرين إجراميين في الاتجار بالعقاقير المخدرة بمطروحة تمكنت من ضبطهما بكمين أعد لهم بشارع المطار وبحوزتهما سلاسة آلاف كرس مخدر لعقارة رامدول ومبلغ النقدي من حصيلة البيع كما تمكنت الإدارة من ضبط عاطلين من ذوي السوابق الإجرامية بالعاشر من رمضان بالشرقية وبحوزتهما ست طراب لمخدر الحشيش بقصد الاتجارة طبعا ده جزء صغير من الجهود الكبيرة اللي موجودة وتكسيف الحملات وأيضا الكشف عن السائقين هيتم وقريبا كل موظف الدولة إن شاء الله ترجمة نانسي قنقر